أخونا أحمد نبيل الفضل وموجه رسالة إلى اللجنة المختصة في الجناس المسحوبة وقال مناديب المجلس خلنشوف أخونا أحمد نبيل الفضل شنو قال طبعا كلنا نعلم أن صاحب السمو أمر بتشكيل لجنة للنظر في الجناس المسحوبة أنا استغربت من الأعضاء الذين يتم اختيارهم وقد يكون الأعضاء الذين تم اختيارهم ليس بعلمهم ولكن الأغرب أنه بعد علمهم أنه تم اختيارهم بقوا في المناصب الأخ بو فيصل علي الراشد مع كل احترامنا لقاضي سابق ورجل ما نشك نحن في نزاهته ولكن علي الراشد عنده رأي مسبق في الموضوع علي الراشد ليس فقط هو محامي أحد المسحوبة جناسيهم أو المسقطة جناسيهم إنما هو عنده رأيي في كل مسحوبة جناسي أن هذا سحب سياسي ولا يجوز وظالم بالتالي كيف ينظر في هذا الموضوع باشر إذا ملف الأخ أحمد الجبر وعرض على اللجنة شنو وضع عليه الراشد بيقعد بيكمل بينظر فيه بيقول راية ثم أنه مو فقط عضو هو الآن رئيس أي أن صوته مرجح إذا ما تعادلت الكفتين في التصويت من ناحية ثانية أرى شخص آخر تم اختياره هذا الشخص ما قاعد لأيام قلائل لما اختير وزير إلا وقدم استقالته وتقديم استقالته القاسي والتاني بالكويت يعلم أنها ضغوط أمريكية لأن الرجل مطلوب هذا الرجل لو يطب مطار البحرين يلقى القبض عليه وتشوفه ثاني يوم بواشنطن يتم التحقيق معاه لأن رجل متهم بالإرهاب ومساعدة الإرهاب نائب وزير الخزينة الأمريكي لما قال طويل عريض روح يشوفه بالإنترنت عن هذا الشخص هذا يسبب لك إحراج سياسي تضعى في هذا المكان هذا ما يستطيع أن يذهب أي مكان ما يقدر سافر أحد ما يقدر روح مكان مطلوب في كل بلد مطلوب مع احترامنا الكبير لشخصة ما لي علاقة فيه أنا أتكلم عن وضعيته كما عندنا نائب الغرابة يستقتل على انتخابات الشعب البرلمانية ويستقتل على أن يذهب مع كل وفد مشارك برا سواء وفود الصداقة ولا غيرها وهو ممنوع من السفر من ثلاثة أربع العالم ما تستقبل باكستان وافغانستان بس هذا قاعد وحاجز مكان وحتى مكة ما يعطونا فيزة أكو واحد يغلط وعينه قوية وأكو واحد يغلط وما يستحعل ويها فأكو نواب عندنا وأنا ما لي علاقة كنسمون المجلس اللي فات بمجلس المناديب عشرين عضو من المناديب ترى نجح الآن اللي يسمونهم مناديب ورد كررها هذا العضو في هذا المجلس وقاموا عليه النواب وقال مناديب الآن نفس المناديب وراح يقبل الأيدي والأرجل نفس المناديب راح لهم يقبل أيديهم وأرجلهم على شاء ما يرفون عنه الحصانة وما هي مرجلة إنه واحد يطمرون عليه خمسة ستة خنشوف فيهم شنب لا تكلمت أنا يرد علي شنب واحد بس فيهم خليكون عنده مرجلة ويرد علي بالقاعة